نظمت القوات البحرية زيارات لأتقم السفن البحرية التابعة لكل من رومانيا وتونس والجزائر وذلك أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية قبل استكمال رحلاتها البحرية كما تم تنظيم زيارات لأتقم السفن إلى الكلية البحرية وعدد من السفن البحرية المصرية للاطلاع على ما وصلت إليه القوات من تطورات في البنية التحتية ومنظومة التسليح بما يسهم في تبادل الخبرات فضلا عن تنظيم عدد من الجولات السيحية والترفيهية لتعرفه على أهم المعالم الأترية والتاريخية في مصر